جمعت لكم مجموعة من التجربة التجميلية يا جماعة المجنونة علشان نتجربها مع بعضك العادة أول تجربة دي بتقول اللي احنا لو قصينا الرموش هتطلع بشكل أتقل وكمان أطول وتاني تجربة بتقول اللي احنا لو قصينا الرموش السفلية ده هيخلي العين واسعة وكمان هيخليها شكلها يجذب أكتر اللي زعلني في التجربة دي اللي في بنات بتجرب فعلا على فكرة هي خطر جدا على العين ومؤزية جدا مش مجنونة لا دي مؤزية العين عليها حارس وهي الرموش الرموش مش بس للشكل الرموش كمان بتحمي العين سبحان الله من الأتربة ومن أضرار كتير قوي فما حدش جربها لو سمحته تاني تجربة بتقول اللي بالطريقة ديت هنقدر اللي احنا نرفع عظمة الخد على فوق ففعلا قلت يلا بينا نجرب حطيت كوس كده من عند العين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبعد كده هعمل كوس تاني بس على برة من عند الحاجب بعد كده هوزع بالبيوتي بلندر وحايز أقول لكم اللي انا فعلا حسيت اللي عظمة الخد ترفعت أكتر من الجنب التاني فحلوة تاني واحدة بقى وديت يا جماعة بص رجعتني لزكريات عارفيني للألم ده كان ده روز سحري بنجيبه أيام السنوي كده ونقعد اللي احنا نستخدمه لكل حاجة كروش بقى وللخدود والكل حاجة يا جماعة وكان بيبقى شكله حلوة قوي هو لونه كله كان بيبقى لنفس اللون أخضر لكن بيدي اللون البنك اللي انتوا شايفينه دلوقت كده بعد ما وزعته بالفرشة فتكرت اللي انا دايما كنت بوزعه بأدية فوزعته بأدية ولقيت فعلا كان أحلى وبيدي لمع حلوة قوي فبجد من الحاجات الخطيرة قولي فاكرين ولا لأ دي بقى بتقول اللي احنا لو حطينا مية على أي لون من بلدة الآي شادو هنقدر نعمل روج وكمان ثابت انتوا متخيلين فيانا بينا جبت فعلا مية وبدأت رش على اللون الفشية لاني كنت عايزة جربه وبعد كده بدأت اللي انا ااخد بالودانة واللي انا اوزع وحدت بقى الشفايف وحط على فكرة يا جماعة فعلا لقيته بيحط والبيجمنت بتاعه كويس قوي ومش بس كده مش هتبوز بالت الآي شادو وكمان ثابت جربوها دي بقى بتقولي اللي بالطريقة دي هنحط اللي هو الميك اوب الكوري الكيوت يا جماعة فقلت يلا نجرب المهم اللي انا جبت اللون فعلا يكون خفيف مش لون قوي زي ما عملت قبل كده وخلى شكلي صعب لأ اللون خفيف وبدأت اللي انا احط فعلا زي ما هي حطت حتى تحت العين متخيلين اللي هي بتحط حتى تحت العين وفوق عند عظمة العين بتحطه بالطريقة ديت وبعد كده بتبدأ اللي هي توزعه بصوا هو شكله عليهم بيكون كيوت قوي انا حسيته حلوة لكن ممكن يكون مش عارفة بقى يعني مجاش معايا قوي مخلينش كيوت ولا حاجة بس بصراحة هو شكله الى حد منها برضو شكله كان لذيذ وشكله كان كويس يعني ما كانش وحش ولا حاجة وحطيت بقى الملمع زي ما هما بيحطه وبس كده دي بقى بتقول اللي بالشوكة هنقدر نرسم اللينار حلوة قوي ومظبوط انتو متخيلين المهم اللي انا جبت الشوكة وجبت القلم ويلا بينا نجرب بس كده حطيت بقى الشوكة على طرف العين كده وبدأت اللي انا اعمل زي خط بصوا عايز اقول لكم اللي انا مش ببص في الكاميرا فبالنسبالي الموضوع بيبقى صعب اللي انا بحب ببص في المرية بصراحة فبس كده عملتها بس حسيت اللي هي كانت ميلة سيكة على فوق فما حبتهاش قوي يقول لي انتو ايه رأيكم انا حسيت اللي في حاجة تانية للالاينر افضل